أنتوني مودست يحق له المشاركة مع الأهل في جميع البطولات في الموسم المقبل باستثناء مباراتين فقط لغير سان جورج زهابا وعودة أو زهابا وإيابا مبارات دور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا هم دول المباراتين الوحيدتين التي أو اللتان لا يحق له أنتوني مودست المشاركة فيهم فيما عدا ذلك يلعب كل البطولات ويشارك في كل المبارات دوري كاس دوري أبطال أفريقيا سوبر ليج أفريقي سوبر إفريقي مع اتحاد العصيمة كاس على ماندية كل البطولات يحق له المشاركة فيها إذا ما أراد طبعا أو إذا ما ارتقى مستر مارسل كولر أنه جاهز المشاركة وفي قصة جاهز المشاركة دي أأكد لحضرتك أنه هذا الرجل في كامل ليقته البدنية والفنية صحيح هو ساب بروسيا دورتموند من حوالي ثلاث شهور أو يمكن أكتر لكنه خاط فترة الإعداد بالكامل مع نادي كولن أو كولون الألمانية فبالتالي هو من ناحية البدنية جاهز أنا بشوف أنه هتبقى مخاطرة جبيرة جدا أو مجاسفة جبيرة من مستر كولر أنه يدفع به في مبارات السوبر الأفريقي أعتقد أنه محتاج شوية وقت عشان يوصل للتوب فورم عشان يوصل لدرجة الانسجام الكاملة عشان يوصل لأنه يهدم ويفهم الدور المطلوب منه من قبل مستر مارسل كولر لكن ممكن ياخد جزء مبارات وممكن جدا جدا يفاجأنا كولر اللي عودنا عن مفاجأات ويحط أنتوني مودست من بداية المبارات في التشكيل الأساسي لكن يهمني نقف مع قصة السن أنا اتكلمت من أول ما تم طرح الاسم وقلت لحضراتكم أنه أنتوني مودست يعني ممكن يكون واحد من الصفقات المحتملة أو المرشحة لانتقال للنادي الأهلي اتكلمت بتحديدا عن جزء السن لأن كل الناس هنا أو أغلب الناس مش عايز أقول كل الناس أغلب الناس تناولت الموضوع من جانب يقتصر فقط على فكرة أنه مهاجم كبير في السن وإحنا اتكلمنا مبارح وضربنا أمثلة كبيرة جدا بمهاجمين استمروا مش بس استمروا في الملاعب لسن الثمانية وتلاتين وتسعة وتلاتين والاربعين والواحد الاربعين لكن كمان كانوا خادرين على صنع الفرق ولما تتكلم على داونجريد وهو داونجريد عشان نبقى يعني صرحة مع بعض لما تتكلم على النقلة نفسها الداونجريد لما يحصل من أوروبا لأفريقيا ولما يحصل من الدوري الألماني للدوري المصري دي حاجة ما تعبناش يعني مفيش حد عائل أو حد عنده جزء بسيط جدا من المنطق والموضوعية ممكن يقرن الدوري الألماني بالدوري المصري هذا داونجريد عنيف جدا مستوى الاندية هناك في حتة تانية خالص الاندية هناك كلها في حتة تانية خالص اللاعبين والمدافعين والمدربين والخطط واللاقة البدنية كل الكرة هناك مختلفة تماما عن كرتنا هل دا يقلل من نادي الأهلي؟ بالتأكيد لا ولو مش هبالغ ولو كنت شوية ممكن تقول عليه متحيزة أقول لك أنه النادي الأهلي يقف مع الاندية الكبيرة في ألمانيا تتتت باستثناء باير ميونيخ يعني أي نادي تاني في ألمانيا لو أنت النهاردة وجهته في مباررة سمية في بطولة زي بطولات كاس العالم ولو بروسيا دورتموند هو بطل دوري أبطال أوروبا وهي وجهنا في كاس العالم أنا هقول لك أنه 80-90% من جمال نادي الأهلي عندها يقين الأهلي يكسب بروسيا دورتموند في كاس العالم الأهلي غير يمكن حتى هو شخصيا مودست ما يكونش فهم ده ممكن يكون سمعه ممكن يكونوا كلموه ممكن يكون يعني هي جوجل دناء أو يعني يعني ابتدى يدور عن نادي الأهلي يقرأ عن تاريخه يشوف فيديوهاته لكنه يعيش جوه نادي الأهلي وأنه يخوض البطولات مع نادي الأهلي وأنه يشوف جمهور النادي الأهلي دي قصة تانية خالص دي قصة تانية خالص وبالتالي طبعا يعني أنا أعتقد أنه وجهة نظره أساسا عن الكرة المصرية وعن الكرة في أفريقيا هتتغير بشكل كبير تجربته الوحيدة اللي خارج أوروبا يمكن كانت في الصين وكانت تجربة مختلفة شوية مشواره أكتر من رائع عدد الأندية اللي لعب لها في أوروبا لعب في فرنسا ولعب في إنجلترا ولعب في ألمانيا ولعب لمنتخب فرنسا وبالتالي أنت بتتكلم على لعيب إمكانياته كبيرة جدا وانضمامه أو الأسماء اللي انضم ليها ولعب فيها في مسارته الكرةوية تقول أنه بالتأكيد صفقة من أهم الصفقات اللي لعبت في الدولة المصري مش بس اللي انضمت للنادي الأهلي نتمنى له التوفيق إن شاء الله ونتمنى ظهور موفق في مركاته أعتقد أن كل الأهلوية السندي راضين عنه يعني الحقيقة ثلاث صفقات النادي الأهلي يمكن من حيث الكم ما كانش العدد اللي كنا مستنينه ممكن نكون كنا مستنين تدعيمات في بعض المراكز التانية زي مركز المدافع أو زي المساك أو مركز الباك الشمال مع علي معلول لكن رهان وقناعات كولر إنه مكتفي يمكن يكون في المركاته شتوي لنا كلام تاني لكن في النهاية من حيث الكواليتي من حيث الكيف أعتقد أنه جمهير الأهلي بشكل كبير راضية جدا عن انضمام الثلاثي إمام عشور ريدا سليم أنتوني مودست عودة أكرم توفيق وكريم فؤاد من الإصابة بالتأكيد إضافة قوية جدا وعودة صلاح موصن وكريم ندفد من الإعارة أعتقد مركاته أرضى طموح وغرور كل الأهلوية بالأرقام عندنا كلام كتير جدا